طوال سنوات الحرب الماضية تعرضت المشاريع الانتاجية لركود على كافة المستويات الامر الذي ادى الى ارتفاع منسوب الفقر والبطالة في اوساط السكان وتسريح القطاع الخاص لمئات الالاف من العاملين فيه ومع هذا الجمود الذي اصاب مختلف الانشطة الاقتصادية ظل الشعب اليمني يحدوه الامل متمسكا بالحد الادنى من فرص العيش بيد ان تعاضم التحديات الاقتصادية مؤخرا مع توقف تصدير النفط الخام وزيادة المعاوقات والصعوبات امام الاقتصاد الكلي للبلاد رفع من معدل التضخم المعيشي وادى الى تأكل القدرة الشرائية للمواطنين مما جعل المشاريع الانتاجية في حالة موت سريري شلل الاقتصاد اليمني ساهم في تغذية معدلات البطالة والفقر مع توقف مظاهر الاعمال والمشاريع تقريبا في ظل غياب اي حلول جدرية لتوفير التمويلات بشكل دائم لا سيما في مناطق سيطرة ميليشي الحوفي التي تشهد تدميرا ممنهجا لكافة اسس وقواعد الاقتصاد الحقيقي الطريق المختلة لادارة دفة الانشطة الاقتصادية في مناطق ميليشي الحوفي وانتهاج سياسة مالية وضريبية مجحفة قائمة على جباية الضرائب والجمالك والرسوم والزكاة اضعافا مضاعفة شكلت تقبا اسودا لنهب اموال الناس كونها ليس لها اثر في تنفيذ مشاريع خدمية او تنموية او في دفع مرتبات موظفية الدولة الذين اصبح معظمهم يعملون وفق نظام السخرى كما ان تلك السياسة الضريبية لميليشي الحوفي ادت الى ارتفاع اسعار السلع المستهلكة فاصحاب الانشطة التجارية والصناعية والخدمية عادة ما يقومون باضافة تكلفة الضرائب الى اسعار منتجاتهم ليتحمل المواطن اعباءها شكرا